ترقب عشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي قسم التمتيل لدار الإداعة والتليفزيون يقدم الساروت الساروت سلسلة بوليسية يكتبها في حلقات محمد أحمد البصري ويخرجها إبراهيم الوزاني مرحبا بكم في قناة المحب مسلسلات الإذاعية المغربية ولكنه أقرب إليه من كل شيء إذا وجد من يدفعه إليه فالمشكل إذا؟ مشكل تكويل وطربيع الحلقة الثامنة إبراهيم هكي هكي تشرب نود بشوية بشوية هكي هد ربي يحفظك يا بنيتي سلوى كيف كتحس نبسك شوية؟ لبس؟ وانا انا ادي المكتابة بنيتي بسم الله صافي ارحم ما يكون بس عم ابراهيم الحمد لله على سلامتك اربي يسلمك ويحفظك لشبابك من محاين الزمنة بنيتي بغتي شي حتى نقربها لك لا بنيتي هات الساعة لك بارك الله فيك انا قدينا نسيت لك فاطمة تقلس هنا يلا احتجي شي حاجة مدهلك حيث انا خارجا نمشي نشوف امي في المدينة الله يعرض لك الخير يا سلواء سلواء سلمي على امك من عندي يسلم عليك الخير الله يهنك هات الساعة لا بس عليك ام ابراهيم لا يوريك بس تمشي على خير ابنيتي اه 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 لقى دار دائما وقف ضد طي في اليوم اللي فكرت فيه بالانتقام من الرجل اللي دفع بنتين للموت اه تعرضت حياتي انا للموت وعلى ايد من على ايد لي فكرت نقتله ايه ايه المطار وقتاش يوصل نارك وقتاش نبرد على قلبي ونشفي الغليل نغس العار اللي وصختي به حياتي انا الضعيف انا البئيس انا اللي ما كنتش نقدر نشوف الدجاجها والخروف كي يدبحوا قدامي انا اللي كنت كان كراه نشوف الدم قدام عيني اليوم صبحت كانت منا الدم كنشربو ونغرقو علي اندي اه 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 لا لا يا المختار اراني جاعة ما غادي انضلمك لا زاقت روحك انت شرك اجرامك هو اللي خلق فيه روح الجريمة روح الشر انت انت حرمتني من النور اللي كان ضوي حياتي حرمتني من الحياة الكريمة ومن الشعور بالانسانية جعلتي مني وحش رام وحش لام دياله الوحيد هو القتيلة هو القتيلة هو الاجرام وجعلتي مني اكبر منافق منافق مع نفسي منافق مع الناس ومعك انت بالخصوص نستقبلك بالابتسام السفرة ونتحكلك تحكت المغادع ونخدمك خدمت المسجون وفي كل عام وفي كل عام كان نفكر في الانتقام وفي كل نهار كان نقول هديه الوجبة ولكن كان عاود نوقف ونسردد حيث باقي ما وصلت المناسبة ومنين وصلت المناسبة ووقف القدر دي بنتي ربيع انا انا ما زلت كنفكر فيك وما زلت مصمم عن انتقام للك الانتقام الو 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 ها بالتي علاش ما نشوفش العنوان ديالها صفي فكرة معتبرة ها هو دليل التليفون بحث فيه لكن وعلاش ها التمرة ها هي اللي بغت الخدمة هي اللي خصة تجي تفتش عليها ها ها احزيجا ما كي نشيل ينسسيني هاد الهم فش هنا من غيرها ها هنب دلات الساعة من حساو رجف الله و سلوة اح بلاش بلاش يرافذي اللي نعرف الشطر الحرام سلوة هلو هلو كنت؟ اه هذه هي عزيزة يا سيدي شكنت؟ انا عزيز كن عزيز نسيتي عزيز شركة الزدهار الاقتصادي أهلاً لبس عليك لبس لبس أنا كنت ألو كنت ضربك التليفون خمسات لمرات وهدية ستة وما كنتش كان وجدك ما عليك وأنا فرحت بزاف اللي وجدك الآن علاش وعلاش كنت أسفي فكرتني على البحث على الخدمة ويمكن لك الآن ما تأسفيش حيث الخدمة موجودة آه مبارك الله أوصيك وقتا شنبدأ ما اليوم اليوم اللي أبغتي لا 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 اليوم مايمكن ليش حيث عندي عيد ميلادي آه آه إذن كل عام وانت طيبة شكراً وهد الحفلة اللي عندك غادية تكون عائلية ولا عائلية فقط وغد يحصل للشرافي لقبل تتكون واحد من العائلة بكنسكن في الشريعة الحرية لأي ما رستا تبقى تاني اليوم استاذ يلا شياء تبقى على خير وأنا غير نعيب على الأستاذ عبد الرحمن نعيب عليه بزز منه يح ما الي كليك أنت رعد واش هدا خوف مستولى عليها ولا فرح شمدفع نصرحها نقول لها شكل أنا نقول لها أنا غير محفوظ المحتال المحفوظ الثافي الي ما كعرفش يكسب حتى سميته لكن وإلى كرهتني وكرهت حتى تشوفيه مرة أخرى نصبح محروم حتى من هذه السعادة العظيمة اللي مديماش لكن شنو هي قيمت السعادة لما كانتش خالية من الكتوب وخالية من الضمير الشريف العذاب هو هو سواء سرح أنا فقط من هوات الهدو إذن تصنت لي أنا أه سبري قبل لنصنت لك تقبلي هاد الهدية البسيطة بمناسبة سعيد ميلادي آه فكرتيني في عيد ميلادي شكر عن براكم الله فيك لا دقيان سيتعيد ميلاديك من طور النابة لا غير وخرتول تل عن مجي آه شنو تحب تشرب أه تايم مثلك ما عنديش إذن قاوة ما عنديش طيب حليب اه تاوى مكاين آه 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 باراني شبك الخاطبة ديالي اللي باغي نتزوج أوه تكلمت له عليك عايزيزة أبك قلتي هو آه هو مختارت مدير الشركة ديالي اللي باغي نتزوج آه عرفت 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 آه عزيز قلتي ده بنتك أتحبني ياك آه عايزيزة آه أنا كنحبك والله شاهد إيه يا سلوى تيقي بيه أنا كنت شفتك هديش حال وقلت لخاك عبدو باللي باللي كان حبك وبغي نتزوج بيك جاه هواء قليل الآن رأى مخطوبة مع ولد عمها وظلمات الدنيا في عيني وما بقيش نقدر نصبر عشوبة وفين كنت شفتيني حتى حبيتيني آه شفتك في واحد الحفلة أنتي بالطبع ما كنتش ديتي هافية ولكن أنا أنا نظره وحده كانت كافية باش نتعلق بيك ومن ساعتي سولت عليك وطبت من حصل الحد كنعرف خاك عبدو ولم ها هوشا في الحالة فشوليت من بعد ما لي السولة عليها قطعت له فقلبه وفتا عليها ضريه وقدم ليليك باسم الأستاذ عبد الرحمن حيث كيعرفك معجبة به أنا ما عرفتيش أن الحب شيء والإعجاب شيء آخر الشي اللي عرفت هو ان الحب كيعميه وان اصبحت معمي به ما تلو مينيش يا سلواء يمكن اصبحت في نظرك انسان حقير ولكن كان حبك والحب كيفرض على الانسان احيانا يكذب ويخدع الحب اشرف واطهر من هاد الشي اللي قتل اللي كان طلب منك هو تسمحيلي وتوعديني بشرفك ما تفضحيش هات السر وخك عبدو حتى هو ما يسيقش الخبار انا مزوك فيك سلواء مرحبا بكم في قناة المحب المسلسلات الاذاية المغربية الحمضي هنك شنو اسمك بعدها اسمي اسمي الان ما بقيت عنده قيمة الله هنك سلواء بغيان عز صافي نشد عليه البيت بتستروت حتى الاصباح وناخد انا هاد السجيل نتديه العبدو عبدو غادي يقجبه الحال يسمع صوت عزيز مسجلك يقول كنا حبك يا عزيزة بغيان تزوج بيك ايه يا عزيز يا حصلتي في الشبكة حصلتي في الشبكة هادي ما كانتش يتخترلك على البال يا ولد مدير الشركة الازدهار الاقتصادي aaa هاااا هاا لا لا يمكنك انت فيها لا لكن تعرفي انا ما كنا اوش نكذب حسب الله انت مشهد الكذوب و الابغتي قاعد زوجو لا 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 الزوج بالله تهلينا مع لي مجربا انا و الله انا من اول فش شفتك قطل برا اني شبك خاطبه دياللي اللي باغي نتزوج تكيب عليك حاجزة اباك قلتي هو اوه مدير الشركة دياللي اعرف ما عندي ما انسلك عزيزة تبارك الله عليك رأسك خفيف الغياح بطي دورك و تخونتي انتي تصلاحي تكوني ممتلة باريحة هذيك ترضيتك العجيبة يا معلمي العزيز اوه اما انت المحفوظ بقيمة تقدمتي والوم معلوم حيث انا انا حيث انا رجل والمراوحة تحب تخفي حبها واحد المدة كبيرة وشوف اشتصرح بي او لا لا وما تنشاش انا سلواء عندها خطيبها تحبوه وصعيب باش بدل عواطف ديلهم بسرعة اظن ان هذا السجيل سوف يساعدك مرة اخرى بزاف على كل حال نحاولونا نعمل جديد حيلة هي قدرة تجيب معلوم بالحيلة يمكنك تجيبها فين هو دك النصيب الكبير ديال الدكاء اللي كنتي كتطفر عليه يا الاستاذ عبد الرحمن المحفوظ انا الان كنتصرف حسب الارشادات ديالك اما دكائي قعمة كنتحتاجه طيب 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 انا غادي ارسم لك الخطة وغادي انت تكمل من رأسك ها فهمتي فهمتي يا حضرة الكاتب العبقاري اه معلوم فهمت ما دومت انا عبقاري كبير طيب اعكاد الوريقة اختفض بها ارا في ان مراجع التليفون ديال الدار في عمكينها سلواء اذا انا نكلم له التليفون امم معلوم ايها انا اصبها معقولة لين اجعلها بش تجي تزورك واعلي امم اقطاش 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 اغده خير البري اعجيلو ذا فالا مهمة ديالي سلت يا معلوم بلاعكس اشد بذات اه ه 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 انا بريتو يحبك يصبح مع مي من جهتك بريتك تصخري كيف تبغي يعني كيف يبغي السارت انا دي ما عند الخدمة لكن دبهد عزيز كيف غادي انا عمل باش يخرج من الدار شديتي الباب مليح نعم عندو من ان يخرج طيب ارتاح مع رسول الليلة وده في الصباح صيفتي شي مر عقوزة مثلا تحلليه وتقول له بلي تقول له بلي انتي مشتي تشوفي امك ها مريضة امك مريضة في السبيطر يعني وهذا المرأة هي الخدمة ديالي انتبارك لعليك على عقلك في الساروت ما كيمشوش فيك خسارة يا عزيزة ای ها 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 سافية كيف بديت غادي نكمل ساروت بتبه الله يقضي عليèك وجدينا العشاء بإداره Latah سي محفوظ في الجو أوه ههه احتاج شما قائل المطبخ داخل في القانون لا ما تخفيش هذه خدمة اضافية وعليها تعويضات ارض دوك التعويضات اللي خديت على هذا الوجهlette يا افصل صبار وكينا الخير ها هه summertime فينا الخير الوقت باش نعطي الأوامر لصحابنا قرب يعني الإنظار التالت المختار معلوم وقصنا شي الإنظار لي وناد المرة عنده قيمة وفي تأديد كبير ها 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 هذا شيء من حقك تفضل قل معنى صبحت الآن أنا من العصبة يعني واحد من العصبة دينا واحد منكم اهو ايه هاد شي اللي ظهر ومن بعد حتى انا طبعا كيخصني نعرف بعض الاسرار اسرار حلاش شنوه بالضبط الهدف والقصد من المور هاد تهديدات يعني شنوه الرباح ديالالعصبة لانه واحد منها صبحتي كتعدى حدود المهمة ديالك كيفاش ما عنديش الحق نوضع هاد السؤال لانه حتى شي واحد ما كيعرف الجواب على هاد السؤال حتى واحد من غير الساروت لكن اه هذا ماشي شغلك واسمح لي نقول لك ركت تعديتي الحدود كنطلب المسامحة ركت عرفني شو يفضولي لكن ماشي حتى لاد الحد المهمة ديالك انتها تنفد الاوامر اللي كتعطاليك تنفدها بتطقيق وصفي معلوم معلوم هاد الواجب وفي مقابل هاد الواجب ركت اخد الواجبات ديالك كنعاود نطلب المسامحة انا طلع اللي نكتب نضرب شي تليفون مني انتج العشاعي ايطولية واقع المعدة ايه يا الله يا العظيم اللي احتى هذى كلام جيد اللي عافية بلا ما تعرف عناش شتيبي اللي احتى هذي خدمها الساروت هو اللي كامر الساروت هو اللي كينهي طيع الساروت طلع الساعة ديالسورت هذي العام اه للاواش مليلادي لكن ما شاء الله بكنش يقع من الواجب نبالغ حتى الدني الناس ده باش غا ديني قوله ده باش غا ديني قوله فالدار حيت ما بتشيت اما بلاشك غا ديني تتخلع عليا وكتير الشي سلواء السلواء مبقاش عندي الوجه باش من قبلها ونقول لعشي حاجة شنو غا ديني قولها فالفينبت صافي اوه صافي اوه صافي نقول لها دويست الليل عند واحد صاحبي باش ندير بكلام هاللي كانت قاتلي فكرة معتبرة صافي فكرة معتبرة حتى هي كانت قاتلي انتح عشانت لقبف الليل لكن انا مفلس ما قلت لها اولو ونبعدها غادرت لها التليفون وخبرتها كنت غا ديني خبرها اه مسكين السلواء لكن عزيزة عزيز وين عالشيطة الحرمي وين عالشيطة الحرمي اه السي عزيز اه السي عزيز اه السي عزيز اه شي حب الخطر ازيدي انا مصحاب السي المختار باك مسكين اه فين وصل البحث اه شي خبار الخير البحث اه اه اي اش مل بحث عمتني ارا اني ما فهمتani او اني وش دوقت تقول اي see اه اه اش من ني تكولك seja انا ما اما قلتش احبا اريد انتوا صباح اليوم لا بقي ما عامك خبار مسكين احكة علمنا من مصادر ما اتوقع بها ان السيد المختار الحمداني مدير شركة ازدهار الاقتصادي اختطفوا مجهولون عندما خرجوا من سيارته وارغموا على الذهب معهم ولازمنا لم نتوصى بما حلمات اخرى عن هذا هولي بخطفوه خطفو بباف اليوم اللي ما بتشاه في الدار الله ياربي الله ياربي مرحبا بكم في قناة المحبين السلسلات اي داعي المغربية مستمعين الكرام كانت هذه الحلقة الثامنة فالى الحلقة التاسعة مرحبا بكم في قناة المغربية مرحبا بكم في قناة المغربية مرحبا بكم في قناة المغربية مرحبا بكم في قناة المغربية